بالعودة إلى ملف الانتخابات الرئاسية الجزائرية ينضم إلينا من الجزائر الكتب والمحلل السياسي السيدة عبدالقادر جمعة سيد عبدالقادر الدعوات وحشد للخروج بمظاهرات يوم الجمعة القادمة ما هي توقعاتك لهذا اليوم في ضوء إعلان تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لأوراق ترشحه في الثالث من مارس وفي ضوء أيضا أن هذه الاحتجاجات وصلت إلى السلطة أو أحد أركان السلطة في الولاد وهي الصحافة والإعلام مساء الخير طبيعة الحالة توقع أن تكون مسيرة يوم واحد مارس المقبل يوم الجمعة ذات زخم كبير جدا أولا بالنظر إلى ما حدث يوم الجمعة الماضي يوم 22 وشفنا أنه تم كسر حاجز الخوف وحاجز الرهبة الذي سيطر على الحراك الشعبي والحراك في الشارع في الجزائر في الفترة الماضية وبالنظر إلى ما حدث خلال هذه الأيام اليوم شهدت الجامعات حراك لا مثيل له منذ بداية التسعينات ربما منذ عشرين أو خمسة وعشرين سنة خرج الطلبة في أغلب الجامعات مطالبين ومرضدين المطلب الشعبي الأساسي وهو رفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة انتخابية خامسة وقبل البارحة كان نفس الشيء مع المحامين ويتوقع بعد يومين أن يخرج صحفيين يوم الخميس صحفيين والإعلاميين والحراك مستمر بشكل غير مسبوك لهذا أتوقع وأعتقد أنه يوم الجمعة نعم هناك تحذيرات من انزلاق البلاد إلى الفوضى الأمنية في أي سياق يمكن أن نفهم هذه التحذيرات هل هي تهديدات من الخروج من التضاهر أم أنه بالفعل هناك جهات لا أحد يعرفها تسعى إلى نشر الفوضى خلال هذه المظاهرات سيدتي الحد الآن شاهدنا مظاهرات ومسيرات في أغلب أو في كثير من المدن الجزائرية في الجامعات في الشوارع في أماكن عديدة وفي الساحات ولم يسجل إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها رغم هذا العدد الهائل من المشاركين لم يسجل أي انزلاق ذو معنى يعني أي انزلاق حقيقي هناك طبيعة الحال بعض الحوادث الهامشية ولكن السلمية هي مظهر أساسي من مظاهر هذه المسيرات من مظاهر هذه التجمعات من مظاهر هذا الحراك بشكل عام هناك نوع من التخويف هذا مش شيء جديد يعني شفناه طيلة سنوات أن مصير الجزائر سيكون مثل مصير ليبيا أو مثل مصير سوريا أو مثل مصير اليمن إذا الناس خرجت في مسيرات إذا الناس خرجت في مظاهرات وهذا لم يحدث شاهدناه جميعا يوم الجمعة يعني كانت على درجة راقية جدا من السلمية ولكن تم أيضا الحديث عن بعض المواجهات بين المتظاهرين وبين الأمن لماذا لا ينتظر المتظاهرون الاحتكام إلى صندوق الانتخابات خصوصا أن المعارضة حتى هذه اللحظة لم تنجح بفرض مرشح واحد متفق عليه أو اختيار مرشح للرئاسة هناك نقطتين في سؤالك سيدتي أولا هذا الحراك لا تمثله ولا تقوده ولم تدعو إليه المعارضة الرسمية يعني الممثلة في أحزاب وتنظيمات التي قدمت مترشحين أو لم تقدم مترشحين منافسين للرئيس بوتفليقة الحراك هذا ليس له لحد الآن لون حزبي يعني لا يوجد حزب يمكن أن يدعي أنه يمثل هذا الحراك أو أنه يقوده ولكن هناك دعوات من هذه الأحزاب ولا يمثل لون إيديولوجي بطبيعة الحال يعني هذا شيء طبيعي أن أحزاب لما ترى أن هناك تحول كبير في الشارع لما ترى أن هناك قوة عارمة لما ترى أن هناك يعني مطلب شعبي هائل طبيعة الحال أحزاب تحاول أن تتبنى أو تحاول أن تركب الموجة كما يقال ولكن المؤكد أن هذا ليس من صنع أي حزب ولا يمكن لأي حزب أو تنظيم أو تيار سياسي أن يدعي أنه هو من صنع هذا الحراك أو أنه هو يقف وراء هذا الحراك بالنسبة لماذا لا ينتظر المتظاهرون أن يكون الحسم في صناديق الاقتراع لأن الناس تعتقد أن الانتخابات ليست نزيهة وأن الانتخابات يتم التلاعب بها مسبقا يعني لما توضع كل وسائل وكل إمكانيات الدولة ومؤسساتها في خدمة مترشح واحد دون الآخرين فهذا يعني أن الانتخابات سيكون مشكوك في نزاهتها ومشكوك في نتائجها ونسترفض مبدأ أن يترشح الرئيس الحالي أشكرك جزيلا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر جمعة